بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ونواصل مع الشابطر الثاني من مقرر التحكم الآلي هذا هو الشابطر الثاني من مقرر التحكم الآلي ونذكر اننا بصداد يعني شرح العنصر الثاني من هذا الشابطر وهو بعدما كنا تكلمنا على اللوب الباث الديريكت باث الى اخيره هنا سنحاول ان ننجز هذا المثال هذا والسؤال يكون دوما في شكل يعني عندي هذا هو الذي سنحاول ان نطبق عليه قانون ميسن عندي اولا الانبوت هو اروف اس والاوتبوت هو واي اوف اس هنا من مفروض يعني نكتب نوت سي اوف اس بل هي واي اوف اس على اروف اس لانه الترانسفير فنكشن هو الاوتبوت على الانبوت طيب نذكر بقانون ميسن ماذا يقول قانون ميسن قانون ميسن يقول انه الواي اس وي اس على اروف اس اكول تو سام فروم كي اكول توان الى ان تي كي دلتا كي على على دلتا او بي كي دلتا كي على دلتا وبالنسبة للان الان يعني هو نحدده من عدد المسارات المباشرة من البداية الى النهاية او من الانبوت الى الاوتبوت وبالتالي يعني اول شيء لازم نجيب ذه فورورد باث فورورد باث عندي مسار اول بي وان بي تورين بي سري يعني عندي ثلاث مسارات tonesپم هو هوا جي1 جي 2 جي 3 جي 4 جي 5 جي 6 يعني هو المسار المباشر هذا ثم البيتو. يعني بدأنا من البداية وطلعنا الى من نقطة يعني الاوتبوت. ثم الـ pass 3 هو g1, g2, g3, g4. g1, g2, g3, g4 الى هنا. وبعدين عندي g8. هذا بالنسبة للـ pass. يعني الـ pass هنا عندي ثلاث مسارات وهي كل المسارات المباشرة من الـ input الى output. فرضا لو يكون فيه يعني pass 4 وكنت نسيت يعني ما جبت الـ pass 4 يكون يعني بعدين القانون خطأ. ثم بعدين نتكلم على الـ feedback loop. هنا we have eight feedback loop. الـ loop one هو minus g2, g3, g4, g5, h2. يعني نبدأ من g2. نبدأ يعني من هذا من هذه النقطة وهو g2, g3, g4, g5, h2. g2, g3, g4, g5. ونرجع بالـ h2. هذا اللوب الاول. سميناها الـ one. هنا عندي اشارة هي بكل وساطة لانه الـ feedback minus h2. الـ for example هي minus g5, g6, h1. يعني نبدأ من g5. نبدأ من هذه النقطة. g5, g6, g5, g6, h1. يعني هذا اللوب. هذا اللوب الثاني. بطبيعة الحال المينس هي نسبة الى الـ minus h1. لانه عندي minus h1 في الـ feedback. الى اخر ثم الـ loop 3, loop 4, loop 5, loop 6, loop 7 and loop 8. ونفس الشيء كما كنا تكلمنا على الـ pathات. الـ loop لازم تكون يعني كلها. ولا بدون يعني نقصا. لانه فرضا هنا مثلا الطالب يكون يعني قد اتى فقط بسبعة loops. وبالتالي سيكون القانون بالتأكيد خطأ. لانه لازم تكون يعني كل اللوبات معطية. بعدها سنحاول ان نطبق قانون ميسون. نذكر دومان بقانون ميسوني. قانون ميسوني يقول انه الـ y of s على الـ r of s هو sum k from 1 to n p k delta k على الدلتا. فبالنسبة للدلتا. بالنسبة للدلتا. الدلتا هو ماذا يقول القانون. يقول كنا يعني كنا يعني قدمنا هذا القانون لما تكلمنا على قانون ميسون هو قوس الاول. فبالنسبة للدلتا. اولا عندي قوس الاول. هذا القوس الاول فيه مجميع كل اللوبات. وكنا تكلمنا في الشريحة السابقة على انه على انه عندي يعني ثمانية لوبس. تكون كلها موجودة في القوس الاول. القوس الثاني. يعني القوس الثاني. القوس الثاني قلنا هو يكون فيها ثمانية لوبس. لو نلاحظ في الغراف هنا. نلاحظ انه يعني اللوب سفن. واللوب فايف يتسمى ثنين ننتجينجلوب. اللوب فايف واللوب فور. ثنين ننتجينجلوب. واللوب ثري واللوب فور يتسمى ثنين ننتجينجلوب. وبالتالي القوس الثاني يكون فيه يعني ال 5L7 بلاس L5L4 بلاس L3L4. هذا بالنسبة للقوس الثاني. القوس الثاني هو الثالث سوري هو من المفروض يعني ماينس قوس يكون فيه في هذا الغراف يعني آآ ليس هناك اي ثري ننتجينجلوب. يعني هما ثنين بالاثنين بس. ما فيش يعني ثلاثة في نفس الوقت. بالنسبة للدلتا وان والدلتا تو والدلتا ثري. نحن عند القانون هو يس على آر اوفيس. هذا هو قانون ميسون. وقلنا انه في هذا المثال بالذات يعني عندي ثري باث. يعني القانون يصبح يس على آر اوفيس. بما انه عندي ثري باث يعني يصبح يش يصبح بي وان دلتا وان بلاس بي تو دلتا تو بلاس بي ثري دلتا ثري على دلتا. بالنسبة للدلتا كنا جبناه هنا. اما بالنسبة للدلتا وان. نحن قلنا انه الدلتا وان قانونه هو وان ماينس نار. بين قوسين نون تاتشينج لوب ويذ باث وان. لو نلاحظ انه كل اللوبات هي تاتشينج مع الباث وان. وبالتالي يعني هذا القوس يساوي سفر. وبالتالي يعني الدلتا وان سوف تصبح بكل بساطة هي وان. نفس الشي بالنسبة للدلتا ثري. لو 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 نلاحظ بالنسبة للدلتا ثري. دلتا ثري قانونه هو وان ماينس بين قوسين نون تاتشينج لوب ويذ باث ويذ باث ثري. يعني تساوي ايش? تساوي واحد ناجس كل الحرقات التي لا تلامس الباث ثري. ولو نرجع بالباث ثري سنلاحظ ان كل اللوبات تلامس الباث ثري وبالتالي نفس الشيء الدلتا ثري سوف تكون يعني تساوي تساوي واحد. اما بالنسبة للدلتا تو. الدلتا تو نفس الشيء نقول انه الدلتا تو هي واحد ماينس نون تاتشينج بين قوسين نون تاتشينج لوب ويذ باث ويذ باث تو. لو نرجع للباث تو سنلاحظ انه بالنسبة للباث تو تلامسه فقط اللوب خمسة. وبالتالي يعني الدلتا تو هي واحد ماينس ال five. والل فايف هي لو نرجع لو نرجع الى الشريحة السابقة كنا ان ال ال فايف هي ماينس جي فور ايتش فور. وبالتالي ديلتا تو هي واحد ماينس ماينس جي فور ايتش فور تساوي واحد بلاس جي فور ايت فور ومن هنا تصبح يعني الواي اس على الارو باس بي وان بما ان الدلتا وان هي تساوي واحد يعني بي وان بلاس بي تو دلتا تو والدلتا تو نعويضها بقيمتها بلاس بي ثري دلتا ثري والدلتا ثري تساوي واحد تبقى بي ثري فقط على دلتا ونحن يعني عندنا يعني البي وان كنا جبناه في الشريحة السابقة عندي يعني البي وان ثم البي تو ثم البي ثري وعندي الدلتا وان اللي هي واحد والدلتا ثري اللي هي واحد والدلتا تو اللي هي جي فور ايتش فور ثم عندي الدلتا اذا عوضنا يعني البي وان بقيمتها والبي تو بقيمتها والدلتا تو بقيمتها والبي ثري بقيمتها والدلتا بقيمتها سنتحصل على الترانسفير كونكشن وي اس على ار اوف اس هذا يعني مثال على قانون ميسد في هذه الحالة بطبيعة الحالة يعني السيجن الفلو يعني معقد نوع الماء لأنه ثمانية لوب وثري باث يعني يعتبر النظام يعني مركب ومعقد إلى درجة معينة لأنه يعني عموما في الحالات العامة يكون يعني السيجن الفلو غراف يكون في أربعة خمسة مثلا لوبس ثنين ثلاثة باث تكون يعني دراسته أقل تعقيد لكن هنا يعني هذا المثال يشرح لنا بصورة يعني دقيقة how to calculate the transfer function ys على rs يعني الoutput على الinput when we are discussing signal flow graph thank you very much for your attention